اشتركوا في القناة القمر راح يكون موجود في منزلتين المرحلة الاولى راح يكون موجود في منزلة الهنعة هي اكمالة يوم امس اللي هي منزلة المحبة والخير والقبول ورح تستمر هاي المنزلة لقرابة ساعات العصر بعدين بنتقل للمنزل الاخرى اللي هي منزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء وحكينا انه تأثير القمر على كافة الابراج لما بيكون بالجوزاء في هاي الفترة بننشط باتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد ويصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورات دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية لا نادي او لا جمعية او لا اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا النهار اول زاوية رح تكون هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر والشمس وهاي الزاوية رح تكون في تمام الساعة ثمانية واحد وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء يعني بعد الحلقة منولم ازيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة ثنتين وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعض الاشخاص بيشغل يفكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع طبعا في زاوية ثانية رح تتشكل ولكن انه احنا ما رح نذكرها اليوم بكرة في حلقة في حلقة الغد ان شاء الله رح نذكرها لانه رح تكون هي كلها تقريبا بعد حلقة الغد اللي هي زاوية تربيع بين القمر ونبتون وخلوه المسار اللي حكينا عنه انه رح يصير في يوم ثلاثين الشهر طبعا ثلاثين الشهر في الليل فعشان هيك برضو ما رح نذكرها اليوم نذكرها بكرة ومنذكر بالنسبة للانتقال تاعة المريخ برضو اللي رح يصير برضو بكرة رح نحكي عنه برضو في حلقة الغد انه رح ينتقل من الجديل للدلو وتأثيراته على جميع الابراج بالنسبة للقمر حكينا انه موجود في الجوزاء قلوه المسار حكينا انه يوم ثلاثين ولكن بما انه في ساعات المساء من ثلاثين معناته في توقعات يوم واحد وثلاثين احنا رح نذكره وانه باستمر هو تقريبا لبعد منتصف الليل بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد عمره ستة ايام في تمام الساعة سبعة وست دقائق صباحا بصير عمره سبع ايام نسبة الاضاءة هي خمسة وعشرين فيلمية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى تسعة عاش اربعة المزاج سعيد القمر في الثور والجوزاء حتى واحد وثلاثين ثلاثي المزاج ممتزج عطارد في الحوت حتى يوم 11 اربعة مزاجه ممتزج الزهرة في الثور حتى ثلاثي اربعة المزاج سعيد المريخ طبعا في الجدي وبكرة رح ينتقل للدلو فمنحكي انه هو تقريبا باشر بعملية النحوسة تبعته فتاثيراته احنا حكينا دايما المريخ لما بنتقل بيأثر قبل بأيام وبعد بأيام في اشياء محتدي مثل الحرائق او اشياء الها علاقة بالعنف بتصير في الدول ولكن بما انه رح ينتقل هو للدلو فمعناته الاشيء العلاقة في برج هوائي فالعواصف والرياح والغبار والاشياء اللي من هذا القبيل هي اللي بتكثر في خلال الفترة هاي اما بالنسبة للمشتري اللي في الجدي حتى 14-15 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج زحل في الدلو حتى 11-5 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج ورانوس في الثور حتى 15-4 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نيبتون في الحوت حتى 23-6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد يبلوته في الجدي حتى 25-4 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج وطبعا حكينا انه انا لما بذكر التوقعات بذكر التوقعات للبرج وللطالع فعشان هيك بتسمع برجك وبتسمع طالعك اذا ما بتعرف الطالع في صندوق الوصف لينكات روابط بتقدر تكبس عليها بتشوف انت كيف تستخرج الطالع تبعك والموقع برضو مشروح كيف تستخرج الطالع منه بالتوقعات احنا بنحكي عن البيوت اللي بيعرفش البيوت برضو بلاقي في صندوق الوصف رابط بيدله على حلقة بتشرح فيها البيوت بشكل مفصل واللي بده يسمع برجه لحاله بسمع واللي بده يسمع برجه وطالعه بسمعه واللي بدوش يسمع برضو هو حر وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما انه القمر موجود في الجوزاء وهو تقريبا بيتك الثالث فهو بيعطي طاقة كبيرة لعملية النشاط في امور الاتصالات طبعا لو ما في كورونا بيعطي للتنقلات برضو ولكن كورونا بتخلي الاغلب قاعد في البيوت الناس اللي بتتحرك وبتطلع من البيوت او على رأس عملها بهاي الفترة هم اللي بينشطوا بالتنقلات الكثيرة بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على انواعها اهم اشي انك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بتكثر في هاي الفترة اللي هي الامور اللي الها علاقة بالاتصالات او تفقد الاشخاص والاشخاص اللي بخرجوا من البيوت او على رأس عملهم بتكثر عندهم الزيارات الرسمية او التنقلات اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف ان الامور برضو اليوم لاخر يوم بكون فيه نوع من انواع الضغط على النفسية بينتابك نوع من انواع التقلب في المزاج ما بين حدية وعصبية وهدوء واشياء من هذا القبيل يعني فيه نوع من انواع عدم الراحة النفسية موجودة عليك او بتأثر عليك بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه اليوم عندك اهتمامات في امور الها علاقة بالامور المالية او بعض التحصيلات المالية او الاهتمام ببعض الامور اللي بحاجي لفوترة او الاهتمام بالامور المحاسبية فعشان هيك بتهتم بالامور المال مش بالقوة الكثير ولكن انه بكون عند بعضكو اهتمام في الالتزامات اهم شي نحاول انك تقلل من مشترياتك او من مصاريفك الغير لازمة اما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع انا شايف انه خالي تماما ما فيه اي تأثيرات لا ايجابية ولا سلبية على امور البيت فانت بتتعامل في البيت او افراد العائلة بتتعامل معهم بشكل روتيني يعني على حسب طبيعتك اذا كنت انت من النوع المرح فبتكون مرح اذا كنت من النوع العصبي واللي بتختلق المشاكل رح تختلق لهم مشاكل لانه هذا من طبيعة الانسان هي اللي رح تطغى خلال هذا اليوم على امور الهلاقة في البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه في ساعات النهار بكون فيه نوع من انواع الاهتمام او التواصل او الاتصال او التفقد بعض الاشخاص اللي بيعزوا عليك او حبايبك فيه منكو ممكن يتفقد الحبيب او يطمن عليه نوع من انواع التواصل العاطفي اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور جيدة على مستوى الاشخاص اللي على رأس عملهم بيستغلوا الفترة هاي بشكل ايجابي وبينجزوا كثير من الاعمال المطلوبة منهم اما الاشخاص اللي قاعدين في البيت فبيهتموا بامور الهلاقة بالعمل او تطوير العمل او تفكير في امور الهلاقة بعملية ملفات وتفقد حسابات وتفقد اشياء من هذا القبيل وفي منكو ممكن ينشط في عمليات الهلاقة اعمال منزلية اما بالنسبة للوضع الصحي فهو اجمالا هادي ما فيه اي شيء بيوتر خلال فترة هاي صحيا وخصوصا انه البيت السادس وبيت المتاعب جيدات فعشان هيك بيكون الامر روتيني اما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط جدا على الامور اللي الها علاقة بالشراكة المالية والشراكة العاطفية فعشان هيك منلاقي الازواج من برج الحمل مع زوجاتهم او العكس بيكون فيه نوع من انواع الحدية في الطباع او التصرف وممكن يثوروا من اتفه الامور ما بتحملوا ردات الفعل وعندهم حساسية عالية في الطباع وردات الفعل اما بالنسبة للبيت الثامن فهذا شوي بيضغط عليك بالامور المالية المشتركة اللي الاموال اللي ما بتعود اليك فهي كديون او قروض او مطالبات مالية اشياء من هذا النوع فهو كله بشكل سلبي ضاغط بشكل كبير وبرضو بما انه سلبي فممكن انه يجيك خبر او تسمع خبر او يكون فيه نوع من انواع الاهتمام بصحة احد المقربين لا اليك اما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعطيك طاقة برضو اليوم لنوع من انواع التواصل الخارجي او مع اشخاص خارج البلاد لتفقدهم او للمراسلة او امور الها علاقة بالتواصل الاجتماعي ممكن يكون فيه اهتمام في بعض الاوراق القانونية او اشياء الها علاقة ببعض المسائل اللي علاقة بالبحوث او الدراسة المنزلية مثل تعلم لغة جديدة او النقاشات اللي علاقة بالدين والفلسفي والسياسي اما بالنسبة للبيت العاشر فهو خالي من اي تأثيرات ايجابية او سلبية خلال هذا النهار بالنسبة للبيت ال 11 نفس الشيء بعلاقاتك مع اصدقائك ما فيه اي شيء هو روتيني بتتعامل فيه على حسب طبيعتك وبالنسبة لبيت المتاعب ممكن يكون فيه نوع من انواع الضغط فيه ساعات المساء يعني عند ساعات المغرب تشعر ببعض الارتباك او بعض الاهمال او التقصير في انجاز بعض الاعمال اللي بتخصك وفيه منكم ممكن يشعر ببعض التعب او الارهاق او التوتر او تظهر بعض الامور اللي لها علاقة بالتعب الصحي حاول تهتم فيها هي مدتها مش طويلة يعني عشانك ما منحذر منها التحذير الكبير ممكن تكون مدتها من 3 ل 4 ساعات وبعدين ترجع الامور طبيعية برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات او لاستحقاقات مالية اتجنب نزوات التسوق حاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات او من التقلبات ممكن تنشغل بمسائل مالية متنوعة بما ان القمر في البيت الثاني فهذا التأثيرات اللي ممكن يحملكها خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه شوية نفسية فيها نوع من انواع الحدية في الطباع او العصبية او النرفزة حاول انك تمسك حالك وتمشي الامور بشكل روتيني بتقدر انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وبتكون الامور جيدة بالنسبة للنفسية ان قدرت انك تسيطر على نفسك اما بالنسبة للبيت الثالث فعندك اليوم تكثر الامور اللي الها علاقة بامور الاتصالات والمواصلات فمن كل يوم بنشط بعملية اتصالات او التفقد بعض الاشخاص او التواصل مع اشخاص او ممكن الدخول بنقاشات او التباحث في مسائل معينة وممكن يصير في نوع من انواع الاهتمام بمسألة بتتعلق باحد الاخوي او احد الجيران في منكم ممكن يفرغ نفسه اليوم لامور الدراسة خصوصا دراسة الابناء وتعليمهم وحثهم على الدراسة وخصوصا بالدراسة المنزلية اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور جيدة على مستوى البيت فاليوم عندكو طاقة كبيرة في انجاز كتير من الاعمال المتعلقة في المنازل منها عمل ومنها تواصل مع افراد العائلة او اجتماع او لمة معينة او البحث عن حل مشكلة معينة منزلية المهم انت رح تبادر اليوم باشياء ايجابية وقوية جدا مع افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالامر يعني فيه نوع من انواع الحدية في ساعات الصباح في التعامل مع الحبيب ولكن في ساعات الظهر تقريبا بتبلش الامور ترجع لطبيعتها بصير فيه نوع من انواع التواصل الايجابي ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه الاهتمام جيد اليوم بالامور اللي له علاقة بالعمل وخصوصا الاعمال للاشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بنجزوا كثير من الاعمال المطلوبة منهم وفي منهم ممكن يهتم بامور اله علاقة بتطوير العمل هدول الاشخاص اللي مش قاعدين في البيوت اما اللي موجودين في البيوت فبيبتكروا اسس تطويرية للعمل او ممكن البحث عن انجاز معين بتعلق بالعمل او دراسة مشروع معين او تفكير في امور اله علاقة بالفترة القادمة وطريقة الاستثمار او استغلال الفترة الحالية في طريقة معينة لجلب بعض الاموال اما بالنسبة للوضع الصحي فهو اجمالا جيد خلال هذا النهار فما فيه اي شيء بخوف الا هي توعقات صحية عابرة اما بالنسبة للبيت السابع ففيه نوع من انواع الحدية في الطباع في التعامل مع الشركاء شركاء المال او العاطفة فعشان هيك منلاقي الازواج اليوم في عندهم حدية عالية وحساسية عالية وردات فعل سريعة فممكن يعصبوا من ادفه الامور او من ابسط الامور يحاولوا يمسكوا حالهم وما يدخلوا بنقاشات بينهم وبين الشركاء اللهم الازواج تحتد وتكبر وتصل لمرحلة انها تصير مشكلة او سوء تفاهم اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه ضغوط بسيطة اللي موجودة عليك على الامور اللي فيها نوع من انواع المطالبات ممكن بارقك الوضع المالي او تحسب حساب انت لبعض الضغوط المالية اللي ممكن انت تارقك بالفترة القادمة فبتأخذ احتياطاتك وبتحاول انك ترتب امورك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف الامور جيدة على امور النقاشات وامور الدراسة او الامور اللي الها علاقة بالابحاث او امور اللي الها علاقة بالتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاتصال فيهم او نوع من انواع التفقد لوضعهم او لحالهم في منكم ممكن يهتم باوراق قانونية او اوراق قضائية او مستندات بجمع فيها او برتب فيها لا شيء قانوني يعني بنقدر نحكي البيت التاسع ايجابي حتى اللي بدرسوا في البيت خصوصا طلاب الجامعات اليوم بنجزوا كثير من الواجبات المطلوبة منهم اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه خالي تماما من اي تأثيرات ايجابية او سلبية فعشان هيك بتتعامل بشكل روتيني ان كان على مستوى الاشخاص اللي في مكان عملهم او على رأس عملهم او على مستوى الاشخاص اللي قاعدين في البيوت يعني بتحافظوا على سمعتك وعلى انجازاتك وادولاك بيهتموا بشغلهم بداوموا بشكل روتيني اما بالنسبة للبيت ال 11 فانا شايف انه برضو روتيني بالتعامل مع الاصدقاء نوع من انواع الروتين تفقد عادي وما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة للبيت ال 12 فانا شايف من ساعات الظهر ممكن تدخل في بعض الاشياء اللي الها علاقة باللوعكات الصحية او بعض الاضطرابات الصحية او ممكن تقصر في اعمال او عمل او انجاز عمل معين او تحتد من العصبية او ممكن يكون فيه عندك نوع من انواع الحكم المتسرع امسك حالك واضبط حالك حاول انك انت تنجز الاعمال المطلوبة منك وحاول انك انت تأخذ قصد كافي من الراحة برج الجوزاء بما ان القمر موجود عندكم في البيت الاول فانتوا قادرين على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منه بتلمس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ بتواجه الوقائع بمنطق وعزيمة وبتتلقى جواب هذه الفترة ممكن يوضح لك كثير من الامور بانتظار لقاء او مرحلة جديدة بتباشر فيها خلال الفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثاني فالامور جيدة على المستوى المالي فمن كل يوم ممكن يحصل على النوع من انواع الدعم او المساعدة او يكون فيه بعض الانفراجات المالية او بعض الامور اللي انت بتقدر ترتبها اللي تريح نفسك من الضغط المالي اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بكون فيه عندك نشاط فكري عالي جدا لدرجة انه اليوم تقدر تحلل اي امور وعندك سرعة بديهة عالية بتستنتج من اي امور او من اي نوع من انواع الضغط ممكن انك انت اليوم تتباحث او تناقش او اه اه تدخل فيه نوع من انواع الدراسة لموضوع معين او تسوق لفكرة معينة فتكون الامور ايجابية وبتساعدك بشكل قوي جدا في منكم ممكن يهتم بتدريس ابنائهم والاهتمام فيهم واعطاءهم وقت كافي من الاهتمام اما بالنسبة للبيت الرابع ففي نوع من انواع الاهتمام على مستوى المنزل من تصليحات او ترميمات او الاهتمام في بعض الشؤون العائلية او البيتية من امور هامة ممكن نوع من انواع التوصل العالي ويكون ايجابي اما بالنسبة للبيت الخامس فشايف انا اليوم مشحون بطاقة عاطفية عالية جدا تقدر اليوم تتفقد الحبيب او تتواصل معاه او يكون فيه نوع من انواع البحث ما بينك وبينه الامر ايجابي وقوي ومساعد بشكل كبير عاطفيا وفيه جزء من الحضوض ممكن تدعمك في هذا النهار تساعدك في انجاز بعض الاشياء او تجيك بشرة او خبر معين يبسطك خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه شبه روتيني خلال هذا النهار تنجز بس الاشياء المطلوبة منك او الاعمال المطلوبة منك وبتحاول انه انت تهتم بصحتك شوي في قسم منك وممكن يهتم بصحته خصوصا من امور العلاقة بالشد العضلي او بعض التوترات العصبية اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور فيها نوع من انواع الحدية على مستوى الشركاء المال والعاطفة فممكن تحتد او تعصب او تتحسس من اي تصرف بتصرفه الشريك الشريك يعني زوج او شريك بالمال فعشان هيك حاول تمسك حالك وما تحتد وما تكبر الامور يعني الوضع مش متحمل اي مشاكل اما بالنسبة للبيت الثامن فبشوف انه في نوع من انواع الضغوط بنوع من انواع المطالبات المالية او بعض الضغوطات في امور العلاقة باموال اليك مش قادر انت تحصل منها شيء فعشان هيك ممكن يكون في ارباك في الوضع المالي وخصوصا الاموال اللي بتيجي عن طريق شراكة او عن طريق تعويض اما بالنسبة للبيت التاسع فبنقول انه في نوع من انواع التواصل مع بعض الاشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمسائل علمية او الاهتمام باشياء العلاقة بالدراسة المنزلية او بحث في امور الها علاقة بالقوانين او الاجراءات القانونية او اوراق قانونية اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه فارغ تماما فاللي على رأس عملهم بنجزوا الاعمال الضرورية بس وبنجزوا الاشي المطلوب منهم بدون لا زيادة او نقصان اللي على رأس عملهم اما بالنسبة لبيتك 11 ففي نوع من انواع بنحكي روتيني بالتعامل مع الاصدقاء ولكن في ساعات العصر ممكن يصلك خبر من صديق او تصرف معين يذيقك او ممكن تحتد او تعصب ويكون لك ردة فعل عنيفة حاول انك تمسك عصابك وما تكبر الامور اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف الامر ضاغط على بيت المتاعب عشان هيك منرجع منحذر من امور التوتر العصبي وبعض الارحاقات الجسدية والتوترات العضلية او شد العضل حاول انك تنجز العمال المطلوب منك وتأخذ قسط كافي من الراحة مرج السرطان بينال التعب منكم لليوم الثاني على التوالي بسبب وجود القمر في بيت المتاعب في الجوزاء ضل بكرة ان شاء الله وبعدين بوصل لعندكم القمر فعشان هيك بتكون نفسيتكم بصير تتحسن ولكن الان بتكون تحطوا سلم اولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعد عن الاجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعالات خذ قسط كافي من الراحة ممكن انك تعيش لحظات صعبة في خلال هذه الايام حاذر الفشل او الالتباس او التراجع الصحي اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور على المستوى الشخصي جيدة يعني رغم كل الضغوط هاي الا انك انت بتتمتع بنوع من الحيوية او نوع من انواع الثقة بالنفس اما بالنسبة للبيت الثاني فعندك كثير من الايجابيات او الاشياء الايجابية اللي بتساعدك للحصول على بعض المساعدات المالية او بعض الاشياء اللي ممكن تدخل نوع من انواع التحسين على وضعك المالي عاول انك تهتم فيها بشكل ايجابي الفرص جيدة ممكن انت تبادر مرة ومرتين وثلاثة وتكرر المحاولة لاجل الحصول على المال في هاي الايام يعني امور ايجابية مالية ولكن حاول انك تقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه يعني هو ماي الا الروتيني يعني مش كثير نشيط انت اليوم ما عندك الحيوية العالية جدا بتحاول انه بس تنجز الاعمال الضرورية منك بشكل روتيني او اعتيادي بتحاول انك انت ما تورط حالك بنقاشات يعني الاشي الضروري بس اللي بتناقش فيه اغلب الوقت بتاخده انت في نوع من انواع البحث او استغلال الوقت في نوع من المطالعة او حث الابناء على الدراسة ومن هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت باخد اهتمام عالي جدا عندك من جهازات الاعمال المنزلية او الاهتمام في المنزل او احد افراد العائلة او حتى اجتماع عائلي على مستوى عيلتك بجمعكما بعض فبصير التباحث او التشاور في مسألة معينة او ممكن النقاش في مسألة وتجدولها نوع من انواع الحلول او وضع النقاط على الحروف اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه فيه يعني حدية خفيفة او عتب او هيك نوع من انواع الاخذ على الخاطر من الحبيب بتقصيره او عدم اهتمامه يعني حاول انك تلتمس اعذار في الفترة هاي حاول انك تتواصل بشكل ايجابي معاه وتخفف عليه مش تزيد عليه اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور جيدة شيئا ما على مستوى انجاز الاعمال المطلوبة منك او ابتكار عمل معين او تفكير في انجاز بعض الاعمال المهمة اما بالنسبة للوضع الصحي فممكن بعضكو يشعر في بعض التعب او الامور اللي العلاقة بالحلق او الصدر او العمعاء بمعنى اخر للمنطقة اسفل البطن اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور يعني شيئا ما فيها نوع من انواع الاستقرار بتعامل مع الشريك يعني نقدر نحكي روتيني يعني مش الاشي الايجابي القوي فبشكل روتيني بتتعامل مع الشريك بتتباحث نقاط معينة او مسائل معينة ممكن تصلح حلول او نوع من انواع الهدنة بعد هاي الحدية اللي كانت بالفترة الماضية ما بينكو اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه في نوع من انواع الضغط على امور اللي لها علاقة بالالتزامات او الامور المالية او الامور اللي لها علاقة بالاموال المشتركة فعشان هيك بارقك الامر شوي لانه بتترتب عليك دفعات كثيرة او ارهاقات كثيرة حاول انك تركز وتقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت التاسع فشايف الامر تقريبا شبه روتيني يعني اتصالاتك اليومية المعروفة وتواصلك مع المجتمع برضو المعروف كنوع من انواع الروتين ممكن تتصل في بعض الاشخاص خارج البلاد تتفقدهم ولكن مش بالكثافة او بالحماسة اللي بتكون عليها كل يوم يعني في نوع من انواع الروتين اللي بيحد من هاي الامور اما بالنسبة للبيت العاشر فشايف انا الاشخاص اللي على رأس عملهم ممكن يصير فيه نوع من انواع الضغط عليهم في ساعات الظهر فيرتبكوا او يقصروا باعمالهم فيصير عليهم نوع من انواع المسائلة او نوع من انواع المواجهة او العتاب ما بينه بين احد الزملاء او بينه بين رئيسه بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فشايف انه ما زالت الامور ضاغطة في علاقة معينة او صوت فاهم ما بينك وبين احد الاصدقاء او معلومة انت سمعتها عنه فاحتديت وعصبت حاول قدر الامكان انك تمسك عصابك كمان اليوم ما تلوم حد وما تعتب على حد انت شايف الظروف فما تكبر الامر اكبر من حجمه اما بالنسبة لبيت المتاعب فحكينا انه القمر موجود فيه فعشان هيك بتشعر في بعض التعب او بعض الارهاقات حاول انك انت تراعي وضعك الصحي وتاخد قصد كافي من الراحة برج الاسد يعني باقول لك انا حاول انك تستغل هذا اليوم بانجاز كل الاشياء المهمة او حتى لو تعاونت مع شخص معين في انجاز هذه الاعمال لانه ابتداء من بكرة القمر رح ينتقل لبيت متاعبك فهذا رح يعمل يومين فيه النوع من انواع الضغط يمكن بلشت تتحس بالامور انت فحاول انك انت تنجز الاعمال والامور اللي بتتعلق بالتعاون فترة مناسبة لطلب استشارة او تعيد ممكن تنجز عملك بشكل كامل دون واسطة وممكن تدخل بعض الاشخاص بس لنوع من انواع الاستشارة او المعاونة اهم اشي انه اذا فيه مسألة من ارقيتك استشير اهل الاختصاص ممكن تطبع مخاوفك وتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك او للاشياء اللي انت بتمر فيها اهم اشي انك ما تستسلم للاكتئاب حاول انك انت تتفاعل بالخير اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه شوي ضغط عليك اليوم بضغط شوي على نفسيتك يخليك مزاجيا عصبي او حساس زيادة عن اللزوم حاول انك انت يعني توازن بين الامور وما تنفعل بشكل سلبي اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور المالية ممكن تحملك يحملك هذا النهار بعض الوعود او الانفراجات المالية او بعض الامور اللي بتتساعد فيها ماليا ممكن ترتيب لاشي معين او ترتيب لوضع معين فتنجز الامور بشكل جيد اليوم ماليا لكن ممكن منك يهتم بامور مشتريات او مصاريف فشوي يكون في عليه ضغط مالي اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه اليوم عندكم نشاط عالي في امور الها علاقة بالتواصل والاتصالات ممكن اليوم تهتم بقضايا اشخاص معينين او تبحث لحلول لهم او تنصحهم بشيء معين حاول انك انت تنجز الاعمال المطلوبة منك بهذا مستوى هذا البيت استغل الفرص برضو عندك قدرة عالية على الاقناع وسرعة البديهة العالية جدا وبرضو ممكن انك تمسك احد الابناء وتحاول انك تدرسوا مادة معينة او تحثهم على الدراسة اما بالنسبة للبيت الرابع فالامور جيدة على مستوى البيت يعني انت مسيطر على الامر وقادر تتواصل وتعبي كل النواقص او الاهتمامات المطلوبة منك مهتم بشكل كبير ما في اي شيء ممكن يعكر صفوك على مستوى البيت الا انه ممكن بس اخطاء من احد الابناء يغلط غلطة فانت يعني شوي هيثير حفيظتك او تعصبك اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه هو سلبي ضغط بشكل سلبي فعشان هيك الحساسية عالية جدا اليوم في التعامل مع الاحباء حاول قدر الامكان انك تمسك حالك ما تعصب وما تتحسس من ردات الفعل او من التصرفات اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد اليوم تقدروا تنجزوا خصوصا الاشخاص اللي على رأس عملهم او بيقدروا يطلعوا يشتغلوا بيقدروا ينجزوا كثير من الاعمال اليوم بالعكس وممكن كمان يطوروا اشياء لها علاقة بالعمل او اسليب جديد بالعمل تساعدهم بانجاز كثير من الامور اما بالنسبة للوضع الصحي فهو اجمالا يعني منقدر نحكي اليوم ماشي بدون هالصعوبات الا انه البعض بده يهتم في اشياء صحية طبعا خفيفة مش اشياء كبيرة اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور الروتينية بالتعامل مع الشريك ما فيه لا ايجابية ولا سلبية فعشان هيك بتتعامل بشكل روتيني ايجابي فيه نوع من انواع التباحث بمساء المعينة يعني مسيطرة على الامور اما بالنسبة للبيت الثامن فشايف فيه نوع من انواع الضغط يعني انت متأزم شوي ماليا بتفكر في بعض المساعدة او النجدة او تطلب من اشخاص معينين بتشوف تطرق اكثر من باب على اساس انه تجيك بعض الدعم او المساعدات ولكن للأسف الشديد ما فيه بالفترة هاي بوادر للامر ممكن بعد ما يخلص هذا اليوم ويدخل القمر لعندك تعطيك بوادر ايجابية اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم فيه عندك كثير من الاتصالات والاهتمام بامور اشخاص خارج البلاد او ممكن التواصل معهم متفقدهم ممكن يكون فيه نوع من انواع مباحثات علمية او نقاشات علمية او اشياء لها علاقة ببحث معين الاشخاص اللي طلاب الجامعات اللي عليهم دراسة ممكن يستغلوا الفترة هاي بشكل جيد وممكن برضو انتوا تستغلوها لتعلم لغة او ثقافة جديدة اما بالنسبة لبيتك العاشر فكما ذكرنا يوم امس انه هو ضاغط فاليوم ضاغطه اقل من يوم امس فعشان هيك الاشخاص اللي على رأس عملهم بدهم يهتموا بامور انجاز اعمالهم المطلوبة منهم وعدم الدخول بمواجهات او حدية مع زملائهم او رؤساهم بالعمل ما يتأخروا ما يتغيبوا عن العمل مهما كانت الظروف الفترة بتهدد السمعة فحاول ان قدر الامكان ما تهدد سمعتك وحاول تنجز الامور المطلوبة منك بوقتها ما تدخل بأي مجازفة او مخالفة قوانين او اشياء مشبوهة اما بالنسبة لبيت ال 11 فمثل ما ذكرنا في بداية التوقعات القمر موجود فيه فبدعمك على مستوى العلاقات وعا مستوى الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف انه فيه اشياء معينة بطريقة التعامل او الاتصال مع الناس اليوم تقدر تنجز فيها كثير من الاشياء بدعمك شوي بيت المتاعب في اشياء بتشحن شخصيتك بتكون محبوب او مرغوب بالتقرب منك حاول انك انت تهتم بصحتك شوي وممكن انك تنشغل بالاهتمام بصحة احد المقربين لا اليك برج العدراء طبعا القمر موجود في بيت السمعة اي بيتكم العاشر فعشان هيك منقول حفظوا على سمعتكم وعلى انجازاتكم القائمة خصوصا في مجال العمل ممكن انك اليوم تقدم افضل اللي عندك لعلك تحقق انجاز او تحرز تقدم مفاجئ كون على قدر المسئولية وما تتردد بطلب رأي او مساعدة احد ما خلي الخجل شوي يحطه على جانب هيك وههتم بامورك انه انت بتقدر بمساعدة بعض الاشخاص انها تمشي الامور وبرضو في نفس اللحظة بتقدر تعبر عن رأيك بثقة وجراءة وتجنب الكلام القارص او الانتقادات اللاذعة اما بالنسبة للبيت الاول فانا بقولك انه الامور جيدة على مستوى العمل الشخصي بدعمك بشكل ايجابي في بعض الاحساس انه بالارتياح او بتقدر تنجز كثير من الاشياء المطلوبة منك بسبب هذا النشاط اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور جيدة على مستوى الامور المالية فممكن اليوم يجيك خبر بمساعدة او بنوع من انواع الدعم او ممكن تجيك فعليا هدية او هبة او نوع من المساعدات ولكن حاول انك تقلل من مصاريفك قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه اليوم يعني سرعة بديهتك حالية بتقدر تناقش وتتباحث وتسوق لاشياء معينة بطريقة ايجابية تقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك حاول انك انت تستغلها بشكل ايجابي فيمنك ممكن يهتم بامور تدريسية او تعليمية لاحد الابناء او للابناء داخل المنزل ولكن حاول انك ما تكون عصبي اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه في نوع من انواع الضغط المنزلي فعشان هيك في نوع من انواع الحدية في التعامل على مستوى المنزل فيمنك ممكن يواجه بعض الاخطاء او الاعطال المنزلية اللي رح يهتم فيها وتأرقوا طيلة النهار حاول قدر الامكان انك تمسك عصابك اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه الامور يعني في ساعة الصباح ممكن يكون في نوع من انواع الحدية مع الحبيب في التعامل معه وممكن احد الابناء يتصرف تصرف يغضبك او يزعلك حاول قدر الامكان انك شوي هيك تريح حالك بدون انفعالات وحاول انك تتواصل مع الحبيب لو بشكل روتيني اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور جيدة على مستوى الاشخاص اللي على رأس عملهم بقدروا ينجزوا كثير من الاعمال المطلوبة منهم اليوم وبالعكس بممكن يبتكروا اشياء بمعاونة بعض الاشخاص وفي منكم ممكن يهتم بامور صحية او بوضع صحي اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف انه روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني طبيعة العلاقة مع الشريك هي اللي بتحتم كيف يكون وضعك خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الضغوط على المستوى الاموال اللي ما بتعود لك يعني اموال الشراكة او الامور اللي الها علاقة بالدعم المالي ممكن شوي يكون فيه نوع من انواع الضغط عليك بالمطالبات المالية او المصاريف للزيادة او الالتزامات او الفوترة حاول تهتم فيها بدون عصبية وبدون انفعال وبدون تهور اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه فيه حدية بالطباع ممكن يصلك خبر من شخص خارج البلاد يزعجك او تصرف من احد الاشخاص بدرسه معك في الجامعة او في مؤسسة تعليمية ممكن اليوم تشوف ما عندك مزاج للدراسي او للاستعدادات تعليمية مثل امتحانات او شغلات من هذا القبيل واللي عندهم يعني اشياء تتعلق بالاوراق القانونية اهمش انكم ما تخلفوا القانون ولا تخفوا هاي الاوراق وحاول تتعامل بشكل واضح اما بالنسبة لبيتك العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني بعطيك شوية روتين عادي بالتعامل مع الاصدقاء او مع المعارف او الناس اللي حوليك اما بالنسبة لبيتك 12 فانا شايف بيت المتاعب بضغط عليك على مرحلتين واحدة في ساعات المساء يعني بعد الحلقة واحدة في ساعات العصر فممكن انه هاي الشغلة شوي تجيب لك بعض التوعقات الصحية السريعة او بعض الاضطرابات العصبية اللي ممكن توترك او تخليك تنفعل او تغضب من تصرفات معينة وممكن يكون فيه خبر مش جيد فعشان هيك بيحملك هذا يعني نوع من انواع الزعل او الغضب حاول انك انت برضو عشان تحافظ على صحتك يعني راقب صحتك بشكل جيد وغذائك وحاول تخذ قصد كافي من الراحة برج الميزان اللي بيحاول انه يدرس لا امتحان او بيستعد لا امتحان بدي يكون مستعد بشكل جيد بهاي الفترة وهاي الفترة حافلة بالنشاطات اهم ايش انك تبحث عن الحلول اللي بترضي الاخرين ممكن تضطر لتراجع عن بعض المواقف اللي انت كنت متخذها بتكثر الانشغالات الادارية اهم ايش انك تحاذر من المتاعب الصحية في منكم ممكن يكثر عنده الاتصالات الخارجية او الاهتمام باوراق قضائية طبعا القمر موجود في البيت التاسع عشان هيك بيعزز هاي النقاط بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الاول فشوية اليوم النفسية احسن مشحنين بطاقة ايجابية في عندكو ثقة بالنفس عالية جدا تقدروا تنجزوا كثير من الاعمال الموكالي لالكم اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الاهتمام بالوضع المالي اليوم جيد ممكن اليوم يصير في بواد الخير او بشرة سارة لتحصيل المالي او الحصول على مساعدة مالية او اي شيء بتعلق بامور المال ولكن بدكو تحاولوا تقللوا من مصرفكو قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثالث فعندكو نشاط فكري عالي جدا اليوم ممكن تبتكروا اشياء او يكون فيه عندكو نوع من انواع المناقشات او حتى اقناع اطراف بوجهة نظركم حاول اهم اشي انك انت تمسك حالك من العصبية ممكن بعضكو يهتم بتعليم ابنائهم او حثهم على الدراسة المنزلية او تشجيحهم على فعل شيء بتطلب اما بالرياضة او بالحركة او بالاعمال الجسدية او بالاشياء اللي الها علاقة بالتعليم او المطالعة اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور جيدة على مستوى البيت في منكم ممكن يهتم بامور الها علاقة بالمنزل تصليحات او ترميمات او اهتمامات منزلية من اعمال منزلية او الاهتمام باجتماع عائلي او لمة عائلية اذا الاشي بظل مستمر لغاية ساعات المغرب بعدين بصير الامر الروتيني اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه في نوع من انواع الحدية في الطباعة بتكون في ساعات الصباح ممكن تغضب او تزعل من احد الابناء او من احد الاحباب ممكن تتحسس من موقف معين او تصرف او اهمال فعشان هيك ممكن تحتد اما باقي النهار بيكون روتيني تتعاملوا بشكل روتيني على حسب الطبيعة اللي انتوا عايشين فيها اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه الامور جيدة على امور العمل بتقدروا تنجزوا كثير من العمال الموكلة للكم وخصوصا الاشخاص اللي على رأس عملهم اللي بدوموا في ظل ظروف هاي بيقدروا يعملوا اشياء كثيرة ويبتكروا اسليب جديدة للعمل او تطوير في مجال عملهم اما بالنسبة لمجال الصحة فانا شايف انه ايجابي ما فيه اي شكوى خلال هذا النهار يعني الا اذا ممكن هي نوع من انواع الوهن او التعب اللي بحاجة بس للمراقبة اما بالنسبة للبيت السابع فشايف على مستوى الشراكي الامور جيدة ولكن انه فيه نوع من انواع الملل في العلاقة او الروتيني القاتل احنا منسميه في العلاقة ما بينك وبين الشركاء ما فيه نوع من انواع التفاعل او الاندماج بالعلاقة او الشعور بالطرف الاخر فعشان هيك هذا الاشي ممكن يسبب نوع من انواع الحدية او التوتر في الطباع او نوع من المزاجية اما بالنسبة للبيت الثامن فشايف فيه نوع من انواع الضغط المالي باشياء بترهق بناحية ترتيب مالي او مسئوليات او اشياء العلاقة بالفوتير او التراكمات او الدفعات او اشياء من هذا القبيل ممكن تهتموا فيها ولانها بتكون ضغط عليكم بشكل كبير فالاهتمام يصير عالي المستوى اما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر اللي على رأس عملهم اليوم بنجزوا اعمال كثير مهمة بالتعاون مع زملائهم او رؤساهم في العمل او ممكن ينجزوا اشياء ايجابية اكثر من المعتاد وممكن يكون فيه فرص للمديح او الاطراء او نوع من انواع التكريم اما بالنسبة للاشخاص اللي بتعاملوا على مستوى البيت فهم ممكن يهتموا بملفات معينة او بمراسلات بتتعلق بشركات او دوائر حكومية او مؤسسات كبيرة اما بالنسبة للبيت 11 فشايف انا نوع من انواع الروتين في التعامل مع الاصدقاء او علاقاتك العامة بتتعامل بشكل روتيني كامل يعني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم بتكون النتائج اما بالنسبة للبيت المتاعب فهو جيد جدا بيدعمكم في امور كثيرة وممكن بعضكم اليوم يكتشف اشياء ما كان يتوقعها او يسمع خبر شوي يكون مفاجئ بالنسبة له او ممكن يتصرف اشياء تكون يعني مفاجئة لغيره برج العقرب تقدر اليوم تدخل تعديل على اموركم المالية المشتركة اهمش انك تسارع في ترتيب اوراقك وملفاتك ما تخليها تتراكم وما تكون مبعثرة ممكن تحتاج الى خبرة احدهم لانقاذك من ورطة مالية او قانونية اهمش انك ما تبقى وحيد باتخاذك للقرارات شارك في كل النشاطات اللي انت بتقدر تعملها او اللي بتكون بالامكان انك تعملها خلال هاي الفترة وخصوصا الاشخاص اللي قاعدين في البيوت وبادروا في تصحيح بعض الاخطاء طبعا القمر موجود في البيت الثامن اما بالنسبة للبيت الاول فيعني شوية اليوم فيه تقلب بالاوضاع النفسية عندك ايجابية وسلبية على اكثر من محور فها بتلاقي انه طول اليوم فيه نوع من انواع تقلب بالمزاج وفيه حدية في الطبع في بعض التصرفات حاول قدر الامكان انك انت تمسك حالك وحاول انك يترتب الامور بشكل جيد واشحن حالك بطاقة ايجابية قد ما بتقدر اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الاهتمامات المالية برضو بتشغل فكرك خلال هذا النهار ممكن يكون فيه خبر او فيه بشرة لبعض الانحلالات او الحلول المالية اللي ممكن من خلالها انك انت تحصل على دفعات مالية او تساعدك امورك بترتيب بعض الدفعات لبعض الاشخاص ام اهم شي انك تقلل من مصاريفك والتزاماتك اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه فيه امور الها علاقة بالتواصل مع الاشخاص فعشان يك ممكن تتواصل وبتقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك خلال هذا اليوم فيه عندك سرعة بديهة عالية بمكانية للتواصل عالية جدا فيه منكم ممكن ينشط بامور الها علاقة بامور الطلاب خصوصا الابناء او حث ابنائهم على الدراسة وفيه منكم ممكن يتعامل مع اخ او مع جار اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه جيد جدا على مستوى البيت الامور هادية تماما تتعامل فيها بشكل روتيني اه جيد يعني بطل على درجة الجيد ممكن يصير فيه نوع من انواع التعامل او اللمة العائلية او اشياء لها علاقة بتقارب الاهل مع بعض او الاخوة مع بعض او اشياء زي هيك فيه ممكن تسمع خبر يسعدك او يدخل الفرحة عليك اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف فيه ضغط موجود اه على الامور العاطفية فممكن تحتد من تصرف احد الابناء وكون فيه يعني من تصرفات وشيء اه بيحملك نوع من انواع العصبية خصوصا في ساعات الصباح وفي ساعات العصر وممكن بعضكو يتوتر علاقتو ما بينه وبين الحبيب بسبب تصرف معين حاول قدر الامكان انك تمسك عصابك من الانفعالات اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور جيدة على مستوى الاشخاص اللي على رأس عملهم ممكن ينجزوا كثير من العمل المطلوبة منهم وبالعكس الامور جيدة حتى للابتكار او ترتيب اعمال او اقتراحات معين لتطوير عمل معين اما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد جدا على مستوى العلاقات ما بينك وبين الشركاء ممكن اليوم يصير فيه تواصل لفكرة معينة او لحلول معينة او لبعض الامور اللي الها علاقة بالمساعدات او اشياء الها علاقة بتطوير المرحل المرحل اللي احنا موجودين فيها او التعاون او التشاور لبعض الحلول اما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات والتفقد لاشخاص خارج البلاد او ممكن انك انت تتراسل مع حد او ممكن نصير فيه نوع من انواع النقاشات لطويلة مع اشخاص اه حواليك في امور الها علاقة بالسياسة او بالدين او بالفلسفة او في امور قانونية اما بالنسبة لبيتك العاشر فالامور يعني شوي من نقدر نقول روتينية خصوصا على اشخاص اللي على رأس عملهم ممكن يعملوا الاعمال بشكل روتيني طبيعي جدا بدون اي مشاكل الا انه في ضغط في ساعات الصباح او ما يقارب ساعات الضحى ممكن يصير فيه ضغط نوع من انواع المشاحنة ما بينك وبين احد الزملاء او النقاش يعني للحاد بينك وبين احد الزملاء او رؤساك في العمل اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف الامور جيدة على التعامل او الاتصالات مع الاصدقاء او المعارف ممكن تتفقدهم او يتفقدوك او وتصير فيه نوع من انواع اه تبادل الخبرات او ممكن انك تستعين في اشخاص معينين لمساعدتك في امر ما اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف انه روتيني اه تقريبا على الحد القليل اه من الايجابية فعشان هيك ممكن تنجز كثير من الاشياء بدعمك شوي بالطاقة باعطيك اه في بعض الاوقات او لبعض الاشخاص اه نوع من انواع البشرة لان حلال مشكلة او انها مشكلة وانت كنت تعاني منها او من ارقيتك انه تبلش بوادر امل لحلها او الانتهاء منها برج القوس طبعا بما انه القمر مقابلكم مباشرة فيعني هذا بشكل نوع من انواع الضعف في الطاقة ولكن بوسعك وتعزيز شراكتكم سواء في العمل او في العاطفي هاي فترة صعبة اه بتثقل خلال هالهموم والمسئوليات ممكن تعيش لحظات صعبة ومحرجة ممكن تعاكسك الظروف وتظهر معاكسات كبيرة تعتبر هاي من يعني من الفترات الصعبة جدا خلال هذا الشهر اهمش انك لا تخالف القوانين وما تحاول انك تكون ساخر من بعض الاشخاص يعني ما تسخر منهم ومن تصرفاتهم لانه ممكن هذا يثير يحفظتهم او يعمل نوع من انواع الخلاف اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه اليوم على المستوى الشخصي نفسيتك شوي فيها نوع من انواع التقلب ما بين ايجابي وسلبي طول النهار ولكن الغالب عليك نوع من انواع الحدية والعصبية اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه جيد يعني بيحمل لك بعض الاخبار اللي لها علاقة في الامور المالية ممكن انه تتحسن الامور او الظروف ممكن تحصل على بعض الدعم او بعض الاشياء اللي ممكن انها تساعدك بالوضع المالي وتدعمك بشكل ايجابي ممكن بشرة لدعم مالي بيجيك من طرف معين او اشياء انت كنت طالبها بالفترة الماضية اليوم تحصل على النتيجة منها اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه في نوع من انواع التواصل العالي جدا عندك اليوم الاهتمام في امور الها علاقة بالاتصالات والمواصلات وامور الها علاقة بالتواصل الفكري في منكو ممكن اليوم يتناقش في مسائل معينة او يفتح موضوع حوار او نقاش عن مسائل معينة فيكون هو المتفوق ورأيه هو الاصوب حاول قدر الامكان بس انك انت ما تعصب تقدر تقنع اي شخص اليوم بوجهة نظرك اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الاهتمام على مستوى البيت برضو جيد جدا تواصلك واهتمامك في المنزل في بعض الاعطال او التصليحات او الترميمات او الاجتهادات المنزلية برضو عالي جدا في منكو ممكن يهتم بشأن عائلي او بظرف عائلي او بمشكلة بتتعلق باحد الافراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور حدي جدا عن البيت الخامس وخصوصا ما بينك وبين الحبيب فهذا ممكن يجعل فيه نوع من الحساسية او العصبية او ردات الفعل الغير مقبولة بالفترة هاي لانه لازم تمسك عصابك قدر الامكان في منكو ممكن يزعل من احد الابناء من تصرفه او من ردات فعله فيخذ على باله او على خاطره من تصرفه او يعاتبه اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد جدا وخصوصا للاشخاص اللي على رأس عملهم فاذون ممكن يحققوا انجازات عالية جدا الى علاقة بالعمل ممكن اليوم يكون عندهم نشاط فكري او ذهني او عملي حتى ينجزوا كثير من الاعمال باريحية وممكن بعضكم يبتكر اسلوب جديد للعمل اما بالنسبة للوضع الصحي فبدو يديروا بالكم من بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تيجي على اكثر من مرحلة خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السابع فاحنا ذكرنا القمر موجود فيه فهو بيحمل لك نفس الاخبار اللي احنا ذكرناها في بداية التوقع اما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم برضو بيأكد على موضوع الدعم المالي اللي ممكن يجيك عن طريق مساعدة او نوع من الدعم الخارجي او ممكن بعض الانجازات اللي الها علاقة بالفوترة او التحصيل المالي او اشياء اللي علاقة بالقروض او المساعدات فعشان هيك اليوم برضو ايجابي اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه عندك بعض الاتصالات اليوم الخارجية اللي ممكن تهتم باشخاص خارج البلاد ممكن اشياء اللي علاقة بالبحث بمسألة اللي علاقة بالدين او بلغة جديدة او بحضارة او بثقافة معينة ممكن تهتم بمناقشة معينة والطلاب اللي بدرسوا في البيت ممكن يستفيدوا من هاي المنزلة بايجابيتها بانه يقدروا ينجزوا كثير من الواجبات او الدراسة اللي مطلوبة منهم اما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد جدا خصوصا للاشخاص اللي على رأس عملهم في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الكبيرة ممكن ينجزوا كثير من الاعمال المطلوبة منهم بالتعاون مع زملائهم او رؤساهم بالعمل وممكن يوكرلكوا بعض الاعمال نظرا لمهارتكو او قدرتكو على انجاز عمل متكامل اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه في نوع من انواع التواصل مع احد الاصدقاء او تفقد بعض الاصدقاء او ممكن طلب المساعدة او الحاجة لرأي معين فيكون التواصل ايجابي وتحصل نتاج ممتازة اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف انه ضغط عليك بشكل كبير فعشان هيك بدك تدير بالك من بعض التراجعات الصحية او بعض الارهاقات خلال هذا النهار حاول تنجز الاشي الضروري جدا وحاول تأخذ قصد كافية من الراحة راقب غذائك وادويتك وفيتاميناتك ومكملاتك الغذائية بشكل جيد اما الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنة بدهم ينتبهوا لحالهم بشكل جيد في هيك الظروف وخصوصا نقص المناعة من الرشح او الفلوانزة برج الجدي يعني القمر موجود في بيتكم السادس بيت العمل وبيت الصحة طبعا العمل بيستفيد منه الاشخاص اللي على رأس عملهم اما الاشخاص اللي قاعدين في البيوت فغضاء ممكن يسبب لهم نوع من انواع الضغط او انهم يبتكروا عمل ويشتغلوا فيه عشان هيك اليوم نقول لهم واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من التراجعات الصحية باكر لعملك واترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة اذا كنت مستعد لهاي القرارات اما بالنسبة للبيت الأول فانا شايف الأمور فيها نوع من انواع الضغط النفسي ففي تقلب في نفسيتك في نوع من انواع الحدية في طباعك فحاول قدر الإمكان انك تمسك عصابك وحاول تشحن حالك بطاقة عشان تطلع من هذا الجو الكائب اللي انت بتدخل حالك فيه وخصوصا في هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الأمور جيدة يعني ممكن انه في راحة مالية او مطالبات قليلة او متطلبات قليلة من المصاريف عليك في هذا النهار ممكن تهتم بمسائل مالية او بعض المشتريات حاول انك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه جيد اليوم اليوم تقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية عندك قدرة على التحاور والنقاش فيه منكم ممكن يحث ابناءه على الدراسة او يهتم فيهم بتدريسهم خصوصا الدراسة المنزلية فيه منكم ممكن يبحث على تسويق لا شيء معين وينجح يعني ممكن تسويق فكرة او تسويق عملي او تجاري او اشياء من هذا القبيل وفيه منكم ممكن يهتم بامور الها علاقة بالاتصالات او المواصلات يعني الهواتف او الكمبيوترات او السيارات اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه فيه ضغط على مستوى البيت عالي جدا فعشان هيك موترك هذا الموضوع يعني ما زالت اثار هذا الضغط العائلي او المنزلي مؤثر عليك ممكن هو نوع من انواع التوتر او نوع من القلق على احد الاحباء او احد المقربين لا اليك او مشكلة بيعاني منها شخص من المقربين لا اليك من خلال البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور يعني جيدة مع الحبيب ممكن تتواصل معاه تطمئن عليه او تتفق انتواياه على بعض النقاط الايجابية اللي تلتقي مع طموحكم وافكاركم في عندك قدرة من الحضوض عالية جدا خلال هذا النهار ممكن تستغلها بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي شايفه انا روتيني خلال هذا النهار يعني في نوع من انواع الراحات في طريقة العاطفي هاي الامور ما في هالحدية الكبيرة الموجودة اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه في ضغط على المطالبات المالية او الفوترة او المحاسبة او الامور اللي بتتعلق باموال الدولة او الاموال اللي بترجع للمؤسسات الكبيرة ممكن شوي يكون في عليك التزامات لالها او يكون في عبارة عن ترتيب لأوراق معينة اما بالنسبة للبيت التاسع فشايفه جيد جدا اليوم عندك يعني رغبة عالية جدا في الاتصالات الخارجية او مع اشخاص خارج البلاد او تفقد حالهم او تواصل معهم في عندك كثير من المراسلات والاوراق والمتابعات في منكم ممكن يهتم باوراق قانونية او اشياء لها علاقة بقضية معينة او اجراء قانوني ممكن تهتموا فيه بس اهم اشي انه بدون مخالفات قانونية اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايفه برضو جيد على مستوى الاشخاص اللي على رأس عملهم في تحركهم ممكن تنجزوا كثير من الاعمال المطلوبة منكم بالتعاون مع زملائكم او مع رؤسائكم بالعمل وممكن انه حتى يكون عندك نشاط غير عادي اما بالنسبة لبيتك 11 فشايف انا في حدية بالطباع ما بينك وبين احد الاصدقاء ممكن ردة فعل او ممكن انتقاد لالو لتقصيره بمسألة معينة بتتعلق فيك فهذا الاشي شوي بضغطك بشكل سلبي وبيخلي نفسيتك تكون تعبانة وممكن حتى تحتد في بعض الاوقات بردات فعل تكون عصبية بتعاملك معه اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف انه الامور يعني اخف بكثير من الايام الماضية عشان هيك يكون عندك نوع من انواع الرغبة بالراحة او قلة الحركة او نوع من انواع شحن نفسك بطاقة ايجابية او الاهتمام بامور الها علاقة بالاعشاب او الخلطات او الادوية الجانبية او اشياء من هذا القبيل اهم شي انه تحافظ على راحتك وهدوءك وتحاول انك تاخذ قصد كافي من الراحة من وقت لا اخر برج الدلو طبعا القمر موجود في بيتك الخامس وهو ايجابي فعشان هيك ما بيتخلى الحظ عنك عاطفيا وماليا بتكثر عندك بعض التنقلات او الزيارات او الاتصالات ممكن تتحسن الاجواء نسبيا طبعا لما نقول تنقلات وزيارات مش يعني الكل في اشخاص اللي على رأس عملهم او بقدروا يطلعوا في هاي الاجواء هم اللي بيستفيدوا من هذه الامور اما اللي بيكونوا في البيت فهي بتكون عندهم اتصالات ومباحثات او اشياء لها علاقة بالتواصل ممكن تعيش فرحة ونجاح خلال هذا النهار لكنك ممكن تضطر لمساعدة احد اولادك او احبابك بمسألة معينة بفاجأك احدهم بالوقوف الى جانبك اهم شي انك ما تنسى رد الجميل لانه ان بادر احدهم بهذا الموقف اما بالنسبة للبيت الاول فهو جيد جدا يعني بدعمك من الناحية النفسية بشكل قوي فعشان هيك اليوم نفسيتك مرتاحة اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور ممكن ان تدعمك بالشكل المادي مثل ما ذكرنا والحضوض تساعدك على بعض المساعدات المالية او بعض الامور المالية اللي بتهتم فيها او بعض الامور اللي بتبتكرها عشان تتخلص من الضغوط المالية فبتكون جيدة وبتدعمك بشكل قوي اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايفه جيد جدا على مستوى الحركة والتنقلات وممكن يكون فيه عندك نشاط عالي جدا خلال هذا النهار بالتنقل او بامور الها علاقة بالتواصل مع اشخاص او ممكن يكون فيه قدرة عالية جدا على اقناع الاشخاص بوجهة نظرك فيه منكم ممكن ينشط بامور الها علاقة بالبحوث او بالدراسة او ببحث معين او بفكرة معينة حاب انه يسوق لها اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه عندك اهتمام اليوم جيد بالنسبة للبيت بتهتم بمتطلبات البيت او باهل البيت فيه منكم ممكن ينشغل بامور الها علاقة بالتصليحات او الترميمات او الاهتمامات العائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات وهي جيدة بتدعمك بشكل خوي للتواصل مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأشخاص اللي على رأس عملهم أو بقدروا أنهم يطلعوا من البيت وعندهم أعمالهم ممكن اليوم يحققوا كثير من الإنجازات والأعمال المطلوبة منهم بدون أي مشاكل وممكن يهتموا بصحتهم أو بصحت قريب لألهم أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور على مستوى الشراكة شوي اليوم يعني روتينية في نوع من أنواع الهدوء النسبي بينك وبين الشريك إلا أنه في ساعات الصباح ممكن يكون في بعض اللبس أو سوء التفاهم ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه جيد جدا ممكن يشجع هذا على له الخبر اللي حكينا عنه أنه أحد يوقف بجانبك أو يدعمك خلال هذا النهار يساعدك في مسألة معينة أو يوجه لك نوع من أنواع الدعم فهذا كله جائز بتقدر ترتب فواتيرك والتزاماتك بثقة وبقدرة أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه اليوم عندك نشاط بالاتصالات الخارجية أو التواصل مع مؤسسات تعليمية أو مؤسسات كبيرة ممكن اليوم تبحث لها بموضوع علمي أو تبحث عن لغة جديدة أو تحاول أنك تتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن الاهتمام بأمور الهلاقة بالأوراق القانونية أو القضائية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف فيه نوع من أنواع ضغط عليك خصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم بدهم يديروا بالهم من أي حدية في التعامل خصوصا مع زملائهم بالعمل أو رؤسائهم بالعمل ويحاولوا أنهم ما يتأخروا أو يتغيبوا عن عملهم أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بفتح نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الأصدقاء ممكن طلب مساعدة أو معاونة لحل مسألة معينة الأمور جيدة وإيجابية يعني ما فيه أي شيء بدل على أي توتر ما بينك وبين معارفك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه في ساعات العصر ولآخر النهار بدك تدير بالك من أي توععك مفاجئ بيجي للصحة أو اضطرابات صحية حاول أنك يتدفي حالك مزبوط وتراقب غذائك بشكل جيد وحاول أنك تأخذ قسط جافي من الراحة ودير بالك من العصبية وردات الفعل السريعة برج الحوت طبعا القمر ما زال عامل زاوية تربيع معاكم هو في بيتكم الرابع بيت البيت عشان هيك بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة هاي أكثر إشي بيشغلكم خلال هذا النهار أخصص وقت مهم للعائلة ولشؤونك الخاصة لا تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو نوع من أنواع الشك أو الشكوك أما بالنسبة للبيت الأول فهي يعني النفسية متقلبة شوي اليوم مرة إيجابي مرة سلبي مرة إيجابي مرة سلبي في نوع من أنواع البلبلة الإضطراب في ردات الفعل فعشان هيك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تطلع من هذا الضغط أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأمور المالية فممكن اليوم تحقق إنجازات معينة أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمال ممكن أنه يجيك خبر لا مساعدة أو نوع من أنواع الدعم أو ممكن حتى أنه أنت تعرف ترتب أمورك والتزاماتك بشكل جيد أهم شيء أنك تقلل من مصريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه البيت الثالث جيد جدا اليوم بدعمك بقوة فعندك أنت اليوم نشاط عالي جدا الأشخاص اللي بطلعوا من البيت أو عندهم قدرة على الخروج أو تصريح أو عملهم خارج البيت بالفترة هاي هذول أكثر ناس اليوم بيكونوا محظوظين لأنه عندهم قدرة على التواصل والتنقل ونقل أفكارهم أو تسويق لأفكارهم وممكن حتى الأشخاص اللي موجودين في البيت يكونوا عندهم قدرة على الإقناع ويكون عندهم رغبة عالية في أمور العلاقة بالاتصالات والمواصلات أو التواصل مع أشخاص لإقناعهم بفكرة معينة أو التسويق بفكرة معينة في منكوا رح يهتم بعملية التدريس لطلاب أو الأبناء اللي عندهم دراسة منزلية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه جيد جدا خلال هذا النهار مثل ما ذكرت في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس يعني خالي من الحضوض ومن السلبية إلا في ساعات الصباح ممكن يكون فيه كتعكيرة مزاج عاطفية حاول أنه أنت تتجاوزها وبعدين الأمور بتصير روتينية ما في أي مشاكل أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد جدا على مستوى الأعمال فالأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم ممكن ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم وممكن يبتكروا أشياء وممكن يكون فيه أشياء لصالحهم بشكل كبير يحاولوا يستغلوا الفرص ويتحركوا وما يضيعوا الفرص اللي ممكن تجيهم خلال هذا النهار فيه منكم ممكن يهتم بوضع صحي إلو أو لأحد الأحبة أو المقربين لإلوه أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكة المالية والعاطفية الأمور جيدة بالتواصل والاهتمام بشؤون الشريك فيه ممكن اليوم يصير فيه نقطة تلاقي ما بينكم أو نوع من أنواع المسامحة أو المصارحة أو المكاشف لحل مسألة أو مشكلة قديمة اليوم تصلوا للحلول ما بينكم وبين بعض يعني فترة إيجابية بالدعم الأمور الشراكة خصوصا بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف فيه ضغط عالي جدا خصوصا في أمور الالتزامات المالية أو المطالبات المالية حاول قدر الإمكان أنك ترتب فواتيرك بشكل جيد والاستحقاقات والمطالبات حاول ما تلزم حالك بأشياء يتكون عبع عليك أرتبها بشكل جيد وبتمشي الأمور إن شاء الله أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه فيه حندك حدية في الطباع فاللي اليوم ممكن يدخل بنقاشات سياسية أو أشياء دينية أو هاد ما يتطرف وما يعصب وما يتهور ويصير هجومي حاول أنك تكون عقلاني واللي عندهم أوراق قانونية حاول أنك تنجزها بشكل ضروري بدون ما تهمل فيها وتكون عبع عليك أي مطالبات قانونية لازم تكون جاهز إلها أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور يعني جيدة على مستوى الأشخاص اللي على رأس عملهم ممكن ينجزوا كثير من العمال المطلوبة منهم بالتعاون مع زملائهم أو أحد مسؤوليه في مجال العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فشايفه فارغ تماما لا إيجابية ولا سلبية فعشان هيك بتقدر تتواصل مع أصدقائك بطريقة روتينية أما بالنسبة لبيت المتاعب فشايف بيت المتاعب يعني ممكن هو روتيني طول النهار ولكن في ساعات ما بعد العصر بدك تدير بالك بشكل قوي جدا حاول أنك تهتم في حالك بشكل كبير أو بصحتك أهم شيء أو بصحة أحد أحبابك ولكن بصحتك أكثر اهتم فيها حاول إذا أنت بتأخذ أدوية مستمرة ما تخربط فيها حاول أنك تركز في أدويتك وما تتكاسل حاول تأخذ قصد كافي من الراحة راقب غذائك وتغذيتك وحاول أنه أنت برضو تهتم بالأشخاص اللي حواليك وما تهملهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر